زي ما كلنا شوفنا انفينيكس في الفترة الاخيرة الصراحة يعني بتقدم هواتف تستحق تشتريها وهواتف منافسة وهواتف جامدة الصراح والنهاردة برضو بتقدم لنا موبايل منافس وقوي في الفاقة بتاعته فخلونا نشوفه قبل اي حاجة يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين كناة مو بي سي احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف انفينيكس نوت 12 5G وهنتكلم عن كل مواصفات الهاتف الممازات العيوب السعر كل حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل لكن قبل اي حاجة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس ويلا بينا نبدأ الفيديو في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميازات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد نشوف كده اول حاجة التصميم كالعادة والتصميم هنا من وجهة نظري انا شكله رايق كده ورغم انه هاتف يعتبر رخيص ولكن التصميم يديله فخامة كده وحاجة رايقة كده شكل الكاميرات مع الفريم بتاع الكاميرات مع الالوان مديه للظهر شكل جامد الصراح طبعا هي وجهات نظر زي ما قلت قبل كده وطبعا الظهر والفريم اللي اتنين بيجوا من البلاستيك خلونا نشوف الشاشة والشاشة هنا بتيجي بحجم ستة وسبعة بوصة مع جودة فول اتش دي بلس وبدقة 2400 في 1080 بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات 393 بيكسل لكل انش والشاشة هنا اموليد والشاشة معدل تحدثها 60 هرتز كمان الشاشة عليها طبعة حماية جوريلا غلاص الجيل الثالث طبعا الشاشة بالنسبة لفاتي الجهاز وسعره كويسة وهتاخد منها تقربة كويسة خصوصا يعني ان الشاشة اموليد وده هيديك تقربة كويسة في المشاهدة وفي الالعاب وكمان في تشبع الالوان وكمان كويسة اوي ان هاتف في السعر ده بيقدم شاشة اموليد فبشكل عام الشاشة علي فاتي الهاتف كويسة جدا خلونا نشوف المعالج او الاداء والمعالج هنا هو ميديا تيك ديمينشيتي 810 اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانو المعالج ده حسب منصة انتوتو بيعادل اداء معالج سناب دراجون 695 او اقل منه حاجة بسيطة جدا طيب المعالج هنا اداءه ايه ونظامه ايه اولا المعالج هنا موفر للطاقة بسبب ال 6 نانو ثانيا المعالج هنا قوي جدا وكويس على فاتة سعر الهاتف وهتاخد منه اداء كويس سواء فيه الاستخدام اليومي البرامج الالعاب اي حاجة عموما في الفاتة دي فهتاخد منه اداء كويس فيها فمن الاخر المعالج هنا على فاتة الهاتف كويس جدا الجهاز بيجي بنسخة وحيدة وهي 64 جيجا مع 4 جيجا رام والهاتف هنا بنعم تركيب كارت ميموري خارجي فيه منفذ مخصص لغاية 2 تيرة بالنسبة للكاميرات فالهاتف هنا جايب 3 كاميرات خلفية الاولى 50 ميجابيكسل ودي كاميرات الهاتف الاساسية اما الكاميرا التانية فهي 2 ميجابيكسل ودي لعمل العزل والتالتة مستشعر الصراحة معرفش لازميته ايه ولكن اعتقد يعني للزكاء الاصطناعي وهنا الكاميرا الخلفية تقدر صور بيها فيديوهات بجودة 2K بمعدل 30 فريم في الثانية اما بالنسبة للكاميرا الامامية فهي بتيجي 16 ميجابيكسل وبرضو بتصور فيديوهات بجودة 2K بمعدل 30 فريم في الثانية بطارية الهاتف هنا بتيجي بحجم 5000 ميلا امبير بطارية كويسة وهتاخد منها اداء كويس بالاضافة لدعمها الشحن السريع برضو بسرعة كويسة في الفئة دي 33 وط الهاتف هيجي باندرويد 12 والهاتف مش بيدعم اف سي الهاتف بيدعم منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع طايب سي الهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس او خدمات الفايف جي سماعات الجهاز تدعم الاستيريو الوان الجهاز هم الاسود والابيض والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن من جهازين محتر بينهم ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لإسم الموبايل وهتلاقي زر المكارنة في اخر الصفحة وقبل ما تخش عن ممائزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلاك واشتراك يلا بينا نشوفه الممائزات والعيوب طيب بالنسبة للممائزات فطبعا من الممائزات هنا هو المعالج المعالج الصراحة قوي وكويس على فئة الهاتف برضو الشاشة بالنسبة لفئة الهاتف كويسة البطارية مع الشحن السريع كويسين جدا الصراحة اما بالنسبة للعيوب فالهاتف مش بيدعمين اف سي وبردو كنا نتمنى لو كانت الهاتف فيه كاميرا زاوية واسعة خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الجهاز ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية الهاتف ده تم اطلاقه فيه الهند رسميا بسعر 190 دولار اما السعر اللي احنا متوقعينه للهاتف فيه مصر 4400 جنيه السعر المتوقع فيه السعودية 870 ريال كده تمام اوي ابقى افضل منافس لهاتف ده في نفس فقته السعرية عندنا هاتف شاومي ريدمي 10 الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف انفينيكس نوت 12 5G طبعا هنخش على مقارنة بين الجهازين ولكن قبل المقارنة احب اقولك ان احنا هنا في قناة مو بي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي 10 لو انت تحب تشوف المراجعة هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي اول حاجة هنكارن المعالجات وهنا ايفينيكس بيجي 금عالج ميداتيك ديمنشتي 810 اما شاومي فهو بيجي بمعالج ميداتيك هieliوجي 88 وهنا معالج ايفينيكس بيتفوق ايفينيكس بيجي بشاشة اموليد بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 60 هرتز اما شاومي فهو بيجي بشاشة اي بيس الي سي دي بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 90 هرتز هنا بقى حسب اختيارك يعني لو انت عايز شاشها اموليد يبقى انفينيكس طبعا لو انت عايز معدل تحديث عالي وتستغن عن الاموليد يبقى شاومي بالنسبة للبطريقة فاللتنين بيجوا بنفس البطريقة 5300 ميلا امبير وهنا الاتنين زي بعض انفينيكس بيدعم شحن السريع بكوة 33 واط وشاومي بيدعم شحن السريع بكوة 18 واط وهنا انفينيكس بتتفوق خلونا دلوقتي ان يشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار ولكن خد بالك ان سعر انفينيكس ده سعر متوقع لان الهاتف لسه منزلش مصر زي ما قلت قبل كده انما سعر شاومي ده سعر الرسمي لان الهاتف نزل مصر بالفعل سعر انفينيكس المتوقع نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4400 جنيه سعر شاومي الرسمي نسخة 64 جيجا مع برضه 4 جيجا رام 4300 جنيه من خلال الموقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارب بين الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش الدور على انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو فيه اي هاتف معين عايزين نعمله مراجعة اكتب اسمه فيه التعليقات وكمان مستني اراك في هاتف انفينيكس نوت 12 5 جي اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك للقناة اشتركوا في القناة